خمس سنين مرت موربة المحليات ما كانش الحزب الحاكم هو اللي فايز بنسبة شباب يعني مش مش معدل خمسين في المية سح انتخابات الاخيرة لم يكن الحزب الحاكم لم يتجاوز الخمسين في المية حصل على تسعة واربعين في المية او بتسعة واربعين اسف بلدية بالنسبة او اربعين في المية وبجيه بعد منه الجهة بان لو الحزب الجمهوري حصل على تمانية وعشرين بلدية او ا Travis 28% اسف وجه الحركة قومية خمسسين في المية والسلام والديموقراطية ستة في المية. يعني الانتخابات لم تفرز اغلبية كاسحة. ورغم ذلك المحليات شغالة زي الفل. لا حزب حاكم ولا حزب مش حاكم. انا عاوزك تقول لي في الخبز السنين فاتت تقول وانت عايش في هذا المجتمع هو ابنه وربيبه هو كل شيء. ما الذي يحدث? هل نحن امام شيء خارق للعادة? ولا ده الطبيعي بس احناك من هنا جايين من بلاد يعني فيها عافية شوية. شايفين حاجة كبيرة. انا اشكرك على المقدمة. اذا سمحت لنبدأ من حيث انت بدأت في المقدمة ان البلديات هي السبيل لالتفاف المجتمع حول من سينتخبه وحول الحزب الذي سينتخبه. ما هو الميزان? هي الخدمات. والخدمات تبدأ من البلديات. في عام الف سعمية واربعة وتسعين كانت نقطة تحول كبيرة جدا في تاريخ البلديات. تحولت البلديات من من بلديات كانت سورية الى بلديات اصبحت الان هي الاساسية في خدمة المجتمع. وهي التي نقلت حزب الرفاه الى البرلمان. ثم نقلته الى رئاسة الوزراء. ثم نقلتهم الان الى الرئاسة الجمهورية. اربعة وتسعين. يعني. من اربعة وتسعين. نعم. عندما اتى الطيب اردغان الى بلدية اسطنبول. كانت القمامة تلال. وكان الهواء ملوس. وكانت الجمعيات الخيرية. والجرائد والصحف توزع كمامات. حتى لا يتلوس الانسان رئتيه. وكانوا ينصحوا كبار السن والحوامل عدم الخروج الى الشوارع. لان هناك تلوس بالهواء. والماء كانت تأتينا بالاسبوع يوم واحد ساعتين في الليل فقط. وكانت المياه ملوسة. كنا نشتري المياه من الخارج. وهكذا كان حال اسطنبول. اما حال اسطنبول الان اصبحت من انضف. واجمل. واكثر مدن في العالم. كسبت مشاريع. وهي الان تستقبل حوالي اتناعش مليون سائح يأتوا الى اسطنبول. يجد فرق كبير خلال خمسطع سنة. خلال عشرين سنة ماضية. كيف تحولت تركيا. وكيف تحولت اسطنبول. من مدينة. كان لا يمكن ان تمر بشوارعها من تراكم القمامة. الى مدينة من اجمل مدن العالم. اذا. المحك الاساسي. والمعيار الاساسي لدى المواطن. اذا انت قدمت لي خدمات. انا سانتخب هذا الحزب. وسانزل الى الشارع لادافع عن مكتسباتنا. لان هذه المكتسبات هي مكتسبات الشعب. واهم نقطة في تركيا. حقيقة تحولت في تركيا. ان البلديات كانت بوابة كبيرة للفساد. لان البوابة المالية التي يستطيع من خلاله. ان ينمو الفساد. هي البلديات. استطاعت الان. خاصة البلديات الكبرى هنا. وباللديات التي سيطر عليها الحزب الحاكم. وغيره حتى بالبلد. استطاعوا ان يضعوا نظام. هذا النظام يمنع الفساد لدرجة كبيرة. انا لا اقول ان الفساد انتهى في البلديات. ولكن الفساد قد تراجع بشكل كبير في تركيا. واصبح كثير من الاماكن وكثير من المنتزهات. وكثير من ما يطلبه المواطن. اصبح تحققه له البلديات. اكبر مثال هي قضية السكن. اكبر مش لنعاني فيها بالعالم العربي. هي قضية السكن. اكبر عجز تتمنى الدول وتتمنى البلديات ان تؤمنه للمواطن. هو السكن المريح. هنا تركيا استطاعت ان تطور. بدأت هذه التجربة في بلديات اسطنبول. اسست شركة اسمها شركة كيبتاش. اسست الى الان خمسة وثمانين الف وحدة سكنية. احياء وليس سكن فقط. وليس شقة فقط. المثال على ذلك بشك شهير. وكثير من الاخوة العرب يجلسون في هذه المنطقة. ويسكون في هذه المنطقة. هذه المنطقة متكاملة. فيها كل وسائل الراحة. فيها وسائل الرفاهية. الاسواق. المواصلات. الترفيه والحدائق. والحدائق. فيها اكبر حديقة. ممكن زمالان انا ارضوها. هذه احدى انجازات بلديات اسطنبول. عندما تحول طيب اردوان ووصل الى رئاس الوزراء. عمم هذه التجربة الناجح على كل تركيا في مؤسسة اسسها اسمها املاك كونوت. هذه المؤسسة الى الان انجز سبعمائة وخمسين الف وحدة سكنية. هذه الحياة. اه توكي هي بتكتب على. فعلا. تي او كي اي. اكبر. مؤسسة حكومية. اه مؤسسة حكومية. تطور العقار مع المتعاهدين بالاقصات المريحة تستمر الى عشر سنوات تقريبا. ولكن هي تطور ايضا الخدمات. لا يمكن ان تنشئ فقط الشقق السكنية او الشقق لتبيع هذه الشقق. بل هناك عندها نوعين من الشقق. شقق تحقق منها ارباح حتى تستفيد من هذه الارباح. للسكن الذي تسلمه للمواطن العادي بسعر التكلفة او دون سعر التكلفة. وباقصات مريحة جدا. يعني عنده منتقين. نعم عنده مثال مثال مول اف اسطنبول. يعتبر من اكبر المشاريع التي انجزتها اه توكي. هذا المشروع من اغلى المشاريع في اسطنبول. هذه الارباح التي حصلتها شركة توكي املاك كونوت. من هذا المشروع وامثاله من المشاريع قد تحول الى بناء ليس فقط في اسطنبول. من اقصى تركية الى اقصى تركية. هذا البناء الان اصبح يعمن في كل مكان. ممتاز. اللي حضراتكم بتشوفوه ده جزء من جزء من بلدية سطنبول. لا شك. ده بشاك شهير. المسجد الكبير. الترفيه. المساحات الخضراء. كل دي فيها بارك رهيبة جد جد. شوف كل شيء. ده اللي حضراتك في تركيا اهتموا بالاضاءة جدا. اي حاجة قديمة لها اضاءة واي حاجة بيدخلوها في القصار صح او لا? هذه الحديقة تعتبر اكبر حديقة ليس على مستوى تركيا بل على مستوى الدول الاوروبية. هذه الحديقة فتحت اصبحت الان بشاك شهير لا تكفي. ففتحوا منطقة بجانبها اسمها كايا شهير. وهذه الحديقة توصل بين كايا شهير وبشاك شهير. هذا الحي من اهم الاحياء ومن افضل الاحياء. واسعاره جدا مناسبة وفيه كل الخدمات التي تقدمها للمواطن. يعني الرفاهية. نعم. المسابح. السكن والرفاهية. الرفاه والسكن والامن والنظاف التي تجدها في مثل هذه الاحياء. احياء جديدة. احياء فيها كل الخدمات. الاسواق لا يحتاج المواطن ان ينزل الى مركز المدينة حتى يتسوق او يدفع فاتورة كهرباء او اي شيء. كلها يتم في هذا الحي في هذا المكان. وهذه حقيقة النموزج. اكثر نموزج نجح. والان هناك كثير من الدول العربية ارسلت وفود الى تركيا. وانا رفقت عدد منهم للاطلاع على هذه التجربة. لان دولنا العربية حقيقة بحاجة لمثل هذه التجارة في قضية السكن. زاروا هذه المناطق اعجبوا بهذه التجربة. وحقيقة اهم سؤال في هذه التجربة كيف تؤمن طوكي املاك كنط المال او الميزانية. مع انها لا تأخذ من خزينة الدولة ولا ليرة واحدة. هي تطور المناطق. تطور الاحياء تنهي البنية التحتية بكاملها. الشركة. الشركة نعم. مش الدولة. لا هي الشركة تابعة للدولة. هي الشركة متوبة زي ما اما. ولكن تلزم المتعهدين او بمناقصات من يقوم بالعمل متعهدين. يعني هي لا تنافس المتعهد. لا هي مش بتنفيذ. هي شركة المال. تتكامل مع المتعهد. وهذه نقطة مهمة جدا. يعني لو الدولة نافست المتعهد. اصبح هناك عندنا اشكالية. هي تؤمن الارض. تؤمن البنية التحتية. وتقوم بكل ما يلزمه المواطن او هذا الحي. وتقوم بتطوير هذه الاحياء. ليس في اسطنبول فقط. بل في كل المدن التركية. لم يبقى مدينة في تركيا الا دخلتها طوكي. واسست فيها مثل هذه المشاريع التي تخدم المواطن. دعا على الجانب السكني. ما